ماذا يمكن ان نسمي الغرب ماذا هو هل هو العلم وهو الذي اخذه عنا ما عنديش وقت باش نطول الهو الدين المسيحية او اليهودية لحد ما اعلم المسيحية فلسطينية المسيح عليه السلام ابن فلسطين والمسيحية جاءت من الشرق ولا شأن لها بالغرب اصلا هل هم المسلمون الاوروبيون محمد ولد في واد غير ذي سرع هل هو اليهودية موسى عليه السلام نشأ في مصر هذا مصري وهذا عربي وهذا فلسطيني فجميع معتقداتهم وجميع ما في صدورهم من الايمان انما اخذه عنا من ارضنا وجميع ما في عقولهم من العقلية العلمية والرياضية والفيزيائية اخذه عنا وعن اليونانيين وانت بتعلمون ان اليونانيين تلميذ تلميذ قولوا تلميذ بالمعنى الافلاطوني الكلمة تلمذ على قدماء المصريين وعلى قدماء البابليين وبالتالي فليس ثمة شيء اسمه الغرب اذا ما نحونا هذا النحو ما يمكن ان نسمي الغرب هو آلة استعمارية اخرى وذلك شأن اخر اما من حيث القيم فجميع مال الغرب من قيم انما هي قيم مستوردة من عندنا خلنا نقول حاجة اخرى قال هيرودوت لست انا الذي اقولها قال هيرودوت في الكتاب الثاني من تاريخه يسمي الآلهة اليونانية والآلهة الرومانية والآلهة في بقية العالم ليس ثمة اله في العالم سواء كان اله متعاليا او اله غير متعالا او آلهة طبيعية او وثنية الا ومولدها الشرق فليس ثمة شيء يعمر صدور البشرية انا كانت الا وموضعه الشرق وليس ثمة شيء عقلني الا وموضعه ومنبته الاصلي اما مصر واما العراق القديم قدماء العراقيين واما قدماء الفينقيين اي الفلسطينيين واللبنانيين حيث ليس لنا ان نخشى كثيرا هذا الغرب نخشى كثيرا الغرب بالنسبة الينا ما دام نحن في خلاف المعه لانه استعمالي وكفا اي نعود الى الازمة الغرب وهي فعلية لانها ازمة الحرية حرية الاخرين وحريته هو حيث ليس لنا نشوفوا احنا نعطيكم مثاله برا ما عنديش مش ناخذ ناخذ شبينجلر مثلا ازمة حقيقة ما عنديش وقت هذيان ما عليش كون عندي وقت كل هذيان ناخذ واحد اخر قد يأخذ ما اخذ الجد وهو هيدو جور نشوفوا هيدو جور وهنا مش نختم سيد الرئيس سمحني من تطورش برشا عنده محاضر اسمها ما الفلسفة ما هي هذه الفلسفة يبين فيها كيف ان الفلسفة يونانية الاصل لان الكلمة التي يستدل بها او تسمى بها هي كلمة يونانية وبالتالي يأخذ منهجيا ما نسميه نحن فقه اللغة ليتيمولوجي 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 سبيلا الى تحديد معنى الفلسفة هي اذن يونانية واسئلاتها يونانية برك الله فيك ثم قولنا فلسفة يونانية او فلسفة غربية او فلسفة اوروبية هكذا هو من الزوائد نقوله في المنطق يعني من بتيسيون دو برانسيب معناها مصادرة على زي ما تقولش فلسفة غربية لان الفلسفة ليست الا غربية طبية يعني شوفوا ولا يمكن ان تكون الا غربية يعني في صفحة واحدة حقيقة يعني شيء قشعر تسهلوا على كل حال ما عليش الفكرة الثانية كيف ان هذه الفلسفة هي التي ولدت العلوم الفيزياء وانتهت بناء الى ما يسميه العصر النووي هو صحيح وبالتالي النتيجة فانها ان اوروبا مدعوة الى قيادة العالم وانتم تعلمون الى ماذا انتهى فكرة ان اوروبا مدعوة الى قيادة العالم والحقيقة ان بنسبة لهذه الدجور الوبا معناها المانيا ما عنديش وقت في اللاترسل المانيزي بناحية كل شيء الا المانيا ومش المانيا كله هو فقط ان تقول انت كيف توصل هيدوغار الى هذا والحاله ان كتب التاريخ التي يعرفه هيدوغار جيدا تقول ان اول من سمي كفيلسوفا سوفوس هو تلاس وتلاس ليس يونانيا هو لبناني فينيقي هاجر كما هاجر تقولوا احنا في الاساطير القديمة اوروبا وشي اسمه الليسة وكذا اخرى خلاف السياسي وذهب يدرسه كما درس الجميع لا في مصر ولم يتمكن من العودة الى بلده فعاد الى اليونان وكان اول من سمي سئل عن علمه فقال انا سوفوس انا يعني حكيم او شيء من هذا القبيل وتلميذه الذي درس عليه والذي يعتبره هيدوغار اصل الفكر الفلسفي اناكزيمون اناكزيمون تلميذ طالس هذا في الكتب الاولين يعني قبل الاسلام وقبل المسيحية في القرن الرابع وفي القرن الثالث قبل المسيح للا خير بحيث كيف انا لا لا اطالب هيدوغار بان يعترف ان اصل الفلسفة ليس يونانيا وليس غربيا وبإمكان جميع الشعوب ان تكون متفلسفة ليس مقصورة على كذا ولا سيما ليس مطالبا بان ينتهي الى هذه النتيجة ربما اعتبر ان ما يمكن ان نسمى ازمة اوزمة قيم الاخير في نية الامر هي ازمة في الوفاء الى هذين الامرين الوفاء الى قيمة الحرية والوفاء الى قيمة العقلانية وهما القيمتان الذين يمثلان الركن الوثيق لما يمكن ان نسميه اليوم بالحدثة والحقيقة ان هذا العصر الحديث الذي نشأ مع كوبرنيك والذي نحن ما زلنا نجه لكوبرنيك تقريبا وضع خطا فاصلا بين فكر انسانية منذ حم ورابي حتى القرن السادس عشر اي حتى كوبرنيك ومن كوبرنيك الى يوم تعلن اربع قرون او خمسة قرون حاجة منها ومن هذا النوع هو جزء يسير من العصر الحديث وبالتالي فان الحداثة لم تكتمل بعد لم تعبر بعد عن نفسها وبالتالي فنحن لنا فيها حظوظ لاسيما ونحن الذين بشكل او باخر ما تولش الوقت بش نورليوه موش من قبيل التفاخر من يعرفني فهو لا يعرفني فهو يعرفني ومن لا يعرفني فلم اكن قط في يوم ما ادعي ان العروبة هي اصل وكل شيء ولكن في هذه الحالة في هذه الحالة تجد ان العرب هم الذين ربوا الفكر الاوربي او ان الفكر الاوربي هو الذي تربى على الفكر العربي بحيث مشكلة تاريخية معنا مشكلة يعني متافيزيقية او الهية او شيء من هذا القبيل كيف لنا ان ننكر انفسنا في الحداثة التي نحن انشأنا صنعناه وكيف ثم هذه الحداثة يعني نشأت في ازمة في القرن السادس عشر ثم في ازمة في القرن السابع عشر ثم لنشأة العلم الميكانيكي ولشأة النظرية النيوتونية ما كاد الامر ينتصر يستطب لنظرة الفلسفية النيوتونية حتى جاءت ثورة جديدة جعلت العلم في ازمة وهو نشأة العلم الميكانيكي لا ترمو ديناميك علم الطاقة الحرارية في القرن السع عشر ثم لم يكد العمر يستطب حتى نشأت النظرية النسبية اي ان الازمة هي قانون الوجود البشري ليست مما يخيف وانما هي مما يدعو الى الاخذ به وإلى مصارعته ومقارنته ومقاربته على النحو الذي يقتضيه هذا الوفاء لقيمة الحقيقة العلمية أو الحقيقة العقلنية وقيمة الحرية وإذا لم تكن هناك عقلنية ولم تكن هناك حرية فليس ثمة إلا العهد حمورابي وشكرا لكم